اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات هاشتاج اسأل الده نجم حلقة النهاردة هو لوف ريجنو الرجل الاخضر او الملقب بالدهالك من موليد 9 نوفمبر سنة 1951 يعني حيتم في نوفمبر الجاي ان شاء الله 70 سنة نصه امريكي ونص الاخر ايطالي وزنه اثناء المنافسات كان بيتراوح ما بين 285 و295 باوند يعني تقريبا ما بين 130 و134 كيلو طوله كان 196 سنتي تقريبا يعني 6 فت 5 انش بداية حياته كانت مليئة بالمصاعب والمعوقات هو تولد وجد له كزة عدوة قوية في الازن وهم للأسف ما اكتشفوش الكلام ده غير وسنه تقريبا 3 سنين فكان فقط 80% من القدرة على السماء وابتدى يلبس سماع وابتدى الاطفال يتنمروا عليه في المدرسة وحتى كان نسمينه ده ديف لو يعني اللو اللي ما بيسمعش هو ما التفتش للكلام ده وابتدى يلعب حديد ما سنه تقريبا 13 سنة وكان دايما بيقول ان مسألة الاعلى بتاعه كان ستيف ريفز اللي كان قاميها بيمثل سلسلة حلقات هيركليز اول لقب احرازه لوفرينو كان سنة 1971 مستر امريكا للشباب عمل مركز اول وبعدين عمل سنة 1973 سنة 1973 برضو سنة 1974 سنة 1974 ايضا وفي سنة 1974 اشترك في بطولة مستر اوليمبيا واحرز فيها المركز التاني خلف ارنولد شواردزناجر اللي احرز الرقب الخامس له بطولة سنة 1975 دي كان ظروفها مختلفة تماما دي كانت اول بطولة بتعمل برة الولايات المتحدة الامريكية وتعملت في بريتوريا في جنوب افريقيا وكان فيها اتنين كاتيجريس كان فيها فئتين فوق المتين باوند وتحت المتين باوند كل اللي حصل في الكواليس في بطولة مستر اوليمبيا سنة 1975 تقدروا تتفرجوا عليه في الفيلم الوسائقي بامبين ايرن اللي انا شايف ان اي حد محب لكمال الاجسام وتاريخ كمال الاجسام لازم يتفرج على الفيلم ابطال كتار اسامي كتيرة ممكن محدش يكون عارف عنها حاجة دلوقتي بس هو حتى يعتبر من الافلام اللي اثرت فيه انا شخصيا البطولة دي فيها لقطة كانت مهمة جدا ان لما اتعمل الفئتين الفئة اللي هي بتاعت الاكتر من 200 باوند كسبها ارنود جواردزن اجر وده كان اللقب السادس بتاعه المركز التاني كان سيرج موبري والمركز التالت كان لوف ريجنال بالنسبة للفئة اللي هي بتاعت اقل من 200 باوند اللي كسبها كان المرحوم فرانكو كولومبو وحتى كمان هتلاقوني هتطلقوا صورة وفيديو للبوز داون بتاعهم مع بعض يعني هما الاتنين فرانكو كولومبو وارنود جواردزن اجر بيعملوا بوزنج مع بعض على المسرح بعد البطولة دي ابتدى لوف ريجنال ان هو يهتم بالتمثيل اكتر يعني احنا قلنا ان كان فيه بامبينج ايرن وبعدين كان فيه ذهالك ان كان فيه افلام كتيرة مختلفة هو مثل فيها يعني كان فيه سبعة وسبعين بامبينج ايرن تلاتة وتمانين كان فيه هيركليز تلاتة وتمانين كان فيه برضو فيلم اسمه The Seven Magnificent Gladiators تسعة وتمانين كان فيه سينتباد of the Seven Seas حتى الغايد كان فيه الفين واثناشر The Avengers الفين وخمستاشر The Scorpion King The Lost Throne في النص هو قرر ان هو يرجع تاني ان هو ينافس في بطولة ميستر اوليمبيا ده كان سنة الف وتسعمائة اتنين وتسعين و الف وتسعمائة تلاتة وتسعين وا احرص سنة اتنين وتسعين المركز الاثناشر وسنة تلاتة وتسعين المركز العاشر ولما تشوفوا صورته على المسرح ودوريان ييتس جنبه هتحسوا ان دوريان ييتس ده جنبه عامل زي الكزم فرق مهول جدا وسنة الف وتسعمائة اربعة وتسعين عمل المركز التاني في الاوليمبيا ماسترز لوفريجنو من ابطال اللعبة اللي انا لسه ما شرفتش بمعرفتهم بس ان شاء الله اتطلع ان انا قابله واعمل معاه انتربيو ان شاء الله قريب في الكومنت اكتبولي اسم البطل اللي انتو تحبوا ان انا عمل عنه حلقة او المواضيع اللي انتو تهموكو دوسوا على زر الاشتراك والمتابعة وعشان كمان الاشعارات توصل لكو ونلتقي قريبا في حلقة جديدة من سلسلة حلقات هاشتاج اسال الدك